في الحقيقة أعتقد أن هذا السؤال عن معنى الفلسفة أو عن تعريف الفلسفة ومن أصعب الأسئلة التي يمكن أن يوجهها شخص لا يعرف كثيرا عن الفلسفة لشخص مشتغل بالفلسفة يعني أتذكر عندما بدأت في دراسة الفلسفة والتخصص في الفلسفة وأنا ذاك لم تكن الفلسفة رائجة كما هي رائجة اليوم كان أصعب سؤال يتوجه إلي من شخص يسألني عن ماذا تدرس الآن ما هي الفلسفة عندما أقول بأنني أدرس الفلسفة وكما لا يخفى أيضا من الصعوبات في تعريف وتحديد هذا المفهوم هو كون تعريفات الفلسفة بعدد الفلاسفة أنفسهم وفي كثير من الأحيان التعريف يعكس تعريف الفلسفة أو تعريف فيلسوف ما للفلسفة يعكس توجه هذا الفلسوف اعتقاد هذا الفلسوف نظرة الكونية ما يعتقد بأنه مهم وما يعتقد بأنه ليس مهما كذلك يعكس في كثير من الأحيان اهتمامات عصر من العصور ما هي الأسئلة الرائجة الأسئلة الفلسفية التي اعتقد أهل ذلك العصر بأنها مهمة أو قيمة أو تستحق الإجابة وهذا يتفاوت من عصر إلى عصر ولهذا صعب الإمساك بشيء واحد مسميه الفلسفة أتذكر في قراءاته في كتابات المرحلة المتأخرة من الفلسفة القديمة كان رائج في هذه الكتابات خصوصا الرسائل الموضوعة للمبتدئين أن يتعرضوا لست تعريفات للفلسفة لعلنا نذكرها هنا ونتناقش أيضا حولها مع الإضافات الأخرى التي تأتي فهذه التعريفات الستة للفلسفة أيضا لاحقا انتقلت إلى التراث الإسلامي فنجدها مثلا عند الكندي وعند بعض الشرح خصوصا في الفلسفة الإسلامية المتقدمة أو المبكرة أولا قالوا نعرف الفلسفة بالنظر إلى الأصل الاشتقاقي للكلمة أصلها فيلوسوفية باللغة اليونانية فيلوسوفوس هو الفيلسوف فيلوسوفيكوس النعت والصفة لما هو فلسفي فيلوسوفين هو المصدر الذي يشتق منه الفعل فيلوسوفين بمعنى التفلسف فكل هذه الألفاظ وكل هذه الكلمات مركبة من مقطعين أساسيين المقطع الأول هو فيلو والثاني هو صوفية صوفية في اليونانية تأتي بمعنى الحكمة وصوفوس هو الشخص الحكيم وفيلية في اللغة اليونانية تأتي بمعنى الحب وتأتي بمعنى الصداقة فيمكن أن نقول لو نظرنا إلى الأصل الاشتقاقي لكلمة فيلوسوفية بأن معناها صداقة الحكمة أو حب الحكمة هذا بالنظر إلى الأصل الاشتقاقي وطبعا هذا المعنى عام جدا ويشمل تقريبا جميع جوانب حياة الإنسان أيضا من التعريفات العملية التي كانت تذكر وهذا ما أخذ من أفلاطون ذكر هذا التعريف تحديدا في محاورته ثياتيتوس التي هي في موضوع العلم أو ما العلم قال بأن الفلسفة هي التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية هومويوسيس ثيوي كاتاديوناتون أنتروبوي التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية يعني الإنسان أن يتشبه بالإله في أفعاله وأقواله أن يرنو نحو التجرد من المحسوسات أن يرنو نحو التفكير في المعاني الكلية والعامة إلى آخره أيضا من التعريفات التي تذكر للفلسفة وذكر كذلك في محاورة فيدون لأفلاطون هو أن التعريف هي الاستعداد أو التدرب أو التمرن على الموت ميليتي توثناتو وميليتي يمكن أن تترجم بالتدرب أو التأمل في الموت لذلك شيشرون في كتابه النقاشات التسكولانية عندما نقل هذا التعبير إلى اللاتينية قال ميديتاتيو مورتس يعني التأمل ميديتاتيو في الموت بأي معنى أيضا لأن الإنسان يترك العالم المحسوس اللذات الحسية ويشتغل بالأفكار الكبرى والمعاني الكلية وهذا طبعا يعكس وجهة نظر أفلاطون مثلا حول الفلسفة أو ما يجب أو ما ينبغي أن يكون عليه الفيلسوف ذلك المتأمل في المثل في الأفكار الأبدية الخالدة أيضا من التعريفات التي تذكر في هذه المقدمات هو تعريف الفلسفة بأنها معرفة الوجود فيما هو موجود أو من حيث هو موجود أيضا من التعريفات التي تذكر أن الفلسفة هي علم العلوم وفن الفنون ترجمة نانسي قنقر